بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الحضور وأهلاً وسهلاً بكم في احتفالية الكلمة الشجاعة وهي تمخر عباب هذه السنوات المتشابكة بثبات خطوة وراصانة مبدأ وجميل صبر فحياكم الله وبياكم وأنتم شهود مرحلة عصيبة يمر بها العراق نحن اليوم ما بين شعر ونثر وكلمة وموقف وخبر ورؤية وشأن سياسي وآخر اجتماعي وثالث حقوقي وقائمة تطول بالتصنيفات أقول لكم هذه البصائر تحتفي بكتابها وقرائها ومتابعيها في ذكر انطلاقتها السالسة عشرة وقد تخطت من الصعوبات والعراقيل والمعوقات والتحديات ما إن تحدثنا به سيطول بنا المقام ولكن عزائنا أننا في يومها هذا نجتمع وإياكم على حب العراق الذي إليه ننتمي تحت شعارها الذي اتخذته لهذا العام مواصلة وعزم سأزرع في دروب الحق شعرا وأكتب في وضوح الرأي نثرا وأقرأ من كتاب المجد سطرا يكون مفاده في الصدق سفرا يفرقنا التحذلق والتذاكي نقدم خطوة ونعود أخرى فيا بغداد بعض الهم شكوى وبعض صراخنا سيكون مرة سنرفع فوق بيت العز رأيا ونفتح بابه ليذيع سرا بأن الكاتبين إذا تنادوا فتلك بصائر ستكون صدرا ألا يا أيها الراجون حقا سينبلج الضيا ويكون نصرا ويا أهل البصائر إن وعيا يفكك إفكهم ويشد أزرا فيا أهل المحجة إن ليلا به ضوء البصائر شق فجرا سنكتب نصرنا قولا مبينا وننشر عزنا في الأرض نشرا أولى ورقات ندوتنا هذه مع خبير المحتوى العلمي الصحفي والإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ وليد الزبيدي يحدثنا عن الإعلام المقاوم وما الفرق بينه وبين الإعلام الممالئ والموارب فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل بصلب الموضوع الذي أود الحديث عنه وهو الإعلام المقاوم ومصطلح المقاومة وكما يعرف الجميع يمكن تصنيف الأخطار التي هددت المقاومة إلى ثلاث مراحل سأذكر المرحلتين الأولى والثانية لأن حضراتكم تعرفوها تماما المرحلة الأولى هو التصدي للفعل المقاوم على مختلف الجبهات كان الجبهة الإعلامية قصصت لها لدارة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات لإنشاء وسائل الإعلام تابعة لها للاحتلال وسلطته لتأدية خدمة المحتل وسياساته وتوجهاته وكانت هذه مرحلة صعبة واجهة المقاومة العراقية التي يعرف الجميع بأنها المقاومة الوحيدة في العالم التي لم تحظى بأي دعم وإنما بقيت محاصرة لها أعداء في الداخل والخارج وكانت طبعا جريدة البصائر لا بد أن تذكر وأقناة الرافدين أهم وسائل الإعلام المقاومة في العراق منذ بداية الاحتلال وحتى هذا اليوم خلال العوام 2003 و 2004 تأكد أن منهج المقاومة في الإعلام منتصر نظرا لحجم الخطر الأمياركي ومن معه وبالمقابل استمرت المقاومة على الأرض واستمرت بإعلامها أيضا بكل اتجاهاته وتوجهاته وسائل المرحلة الثانية بعد أن انتصرت المقاومة في هذه المرحلة لجأت الإدارة الأمريكية يوما معها إلى طريق آخر وبدأ في عام 2007 ويعرفت جميع قصة الصحوات التي أضمحلت وتلاشت بعد ثلاث سنوات تقريبا وأيضا لأن المقاومة تواصلت وانتصرت أيضا في المرحلة الثانية ربما تراجعت في عملياتها ولكنها ثبتت على منهجها وفي طريقها وفي تعاطيها مع الحدث الأخطر الذي هو احتلال البلد ومحاولة والعمل على تدمير البنية المجتمعية والاقتصادية والتأسيس وتنشئة مؤسسات وشخصيات وكتل وتوجهات سياسية تعيثه فسادا وتخريبا بهذا البلد والمجتمع المرحلة الثالثة التي أود الحديث عنها وأعتقد هي الأخطر مرحلة تشويه مصطلح المقاومة نسمع خلال السنوات الأخيرة الكثير من الحديث عن جهات تقول أنها مقاومة وفي الواقع هذا تشويه متعمد وليس عفوي وهذا التشويه إن شاء الله حتى اليوم انتصرت المقاومة الحقيقية وتتراجع دائما مثل هذه المحاولات البائسة التي تريد أن تعبث بهذا الأرث العظيم للمقاومة العراقية التي تصدت فيها لكل هذا الحجم الهائل من الاحتلال وأدواته الداخلية والخارجية قبل أن أتطرق أكثر أقول بأن في التاريخ من الستينات وحتى أواخر نيسان 1975 عندما انهزمت القوات الأمريكية من فيتنام كانت فيتنام الجنوبية تدعي أنها هي التي تمثل الشعب الفيتنامي ولكن في الخلاصة انهزم المحتل ومن معه وانهزمت فيتنام الجنوبية وبقي رمز المقاومة والثبات في فيتنام أوشي من نومن معه في فيتنام الشمالية هذا كله يعود إلى أن الأصل ثابت أما التشويهات لا يمكن أن تدوم منذ 1 نوفمبر دعش 1954 حتى عام تموز 1962 المقاومة الجزائرية حركة تحرير في الجزائر التي انطلقت خلال هذه الفترة هي المقاومة الحقيقية لكن بعد أن استقلت الجزائر نالت استقلالها في 1962 لا يمكن أن نقول بأن المرحلة اللاحقة ولم يدعي أحد أن هناك مقاومة المرحلة المقاومة طالما موجود احتلال المقاومة تقارع الاحتلال ولا يمكن أن نمزج أو يمزج يختلط الزيت بالماء لا يمكن على الإطلاق في موضوع المقاومة والحكم لا يمكن أن يكون هناك أي تقارب واختلاط فالذي يدعي أنه سياسي ومقاومة هذا متعمد يحاول تشويه مصطلح المقاومة وهذا ما يحصل الآن حتى أذكر رغم خصوصية التجربة الفلسطينية ولكن عندما دخلت حركة حماس في انتخابات 2006 كان منزلق خطير حاولت أن تمزج بين العمل السياسي والإداري والمقاومة وتعرفون أين وصلت الحال بحماس هم ندموا على ذلك قادة حماس وكل من مؤيدي حماس الذين فرحوا في تلك الأسابيع لفوز حماس في الانتخابات ندموا بعد ذلك على دخول حماس بالفرنسي ديغولو من معه ولهذا عندما انتهت الحرب واستسلمت ألمانيا في ثمانية خمسة الف وتسعمية وخمسة واربعين الذي بقي شامخا وثابتا ومعروفا ومحترما أيضا بمكانته هو ديغول المقاومة وليس في شيء حكومتها التي عملت مع الاحتلال الألماني في تلك الفترة وأي فترة فيها مقاومة عبر التأريخ الحديث والقديم تبقى المقاومة هي الرمز الحقيقي ويبقى من عمل مع المحتل بكل أشكاله وصنوفه يبقى هو الظل المؤذي للشعب ربما أحيانا يكون أكثر من المحتل الغازي المجرم فهذه المحاولات التي يسمع بها الكثيرون ويحاول أن يتمشدق بها هذا العنوان أو ذاك العنوان ولا تحدث في العراق وعن هذه المرحلة بالذات لا يمكن أن تطلق صفة مقاوم على من دخل في العملية السياسية الأمريكية التي جاء بها الاحتلال وأسس لها ودعمها وأراد لها أن تنتصر على إرادة الشعب العراقي عنوان العمل في طيلة الفترة الماضية في الإعلام المقاوم طبعا بالتأكيد الذي يوثق ورقيا وعلى الأنترنت هو الصحيفة وكانت البصائر في مقدمة هذه الأدوات أو المؤسسات والوسائل وأيضا فضائيا وكانت قناعة الرافدية وما زالت تؤدي هذا الدور الوطني المقاوم الكبير على الطرف الآخر هناك مئات الصحف ومئات مواقع الأنترنت وأيضا الفضائيات الخلاصة لدى العراقيين ولدى الرأي العام العربي والمتابع وحتى لدى الباحثين الأمريكيين أن العمل الحقيقي الذي يصب في نهايته لمصلحة القضية العراقية هو الإعلام المقاوم الذي رفض المشروع الذي جاء به الاحتلال وأدواته لأن هذا المشروع كما قرئ منذ أيامه الأولى وحتى قبل الشروع بالاحتلال هو مشروع تدمير وتخريب العراق ولا يمكن لأي شخص حتى بسيط التفكير يتمعن بدقة في مشروع محتل وبناء على تجارب الاحتلالات في العالم كله أن يوافق على الدخول في مشروع يخرب العراق وقلاصة ما حصل في العراق خلال هذه السنوات الطويلة والعجاب أن الرأي العام في كل مكان والمتابعين يؤكدون ويستنتجون والخلاصات أن الفعل المقاوم الذي سانده القول بالكلمة وبالتحليل وبالخبر وبالتصوير والتوثيق أيضا هو الذي سار في المسار الصحيح وخلاف ذلك لا يمكن أن يكون أي طرف أو جهة أو عنوان يتمجدق ويتحدث عن المقاومة وأنه قاوم الاحتلال وهم الذين يعملون في غرفة عمليات مشتركة طيلة هذه السنوات وهم الذين توفر لهم طائرات المحتل الأمريكي الحماية والدعم في كل الأماكن والعمليات التي يخوضوها فالحديث عن المقاومة هو مدروس ومحاولة لتشويه المصطلح لأن أعداء العراق الخارجيين وكل الأطراف وأعداء الشاب العراقي في الداخل يخشون هذا المصطلح أن يبقى متألقا بهذا الجوهر وبهذه العظمة في ظرف لم يحصل في العالم من حصار على المقاومين ومطاردة واعتقالات وتعذيب وخنق إعلامي رغم ذلك الخلاصة كما يعرفها الجميع أن المقاومة بنقاءها بثباتها انتصرت على كل الأطراف وقد يكون هناك رأيي وأنا من هذا المنبر الكريم أقول بأنني على استعداد أن أجلس في ندوات وفي فضائيات مع كل شخص يقول بأن الأطراف التي يستخدمون فيها اسم المقاومة هم على حق هم على باطل ولا يمكن أن يكون هناك سكوت على الذين يحاولون أن يسيئوا إلى مصطلح عظيم في العراق ومصطلح المقاومة لا أطيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا للأستاذ وليد الزبيدي على هذه الزبدة الإعلامية الوافية الرائعة وأنتقل الآن إلى فارس الفكرة ومنفذها الصابر والمصابر عليها رئيس تحريرها الأول الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ليحدثنا بورقته عن محطات التطور في المحتوى السياسي لجريدة البصائر عبر سنواتها الورقية قبل أن تكون الإلكترونية فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته شكرا لأخي حالد الأزدي على هذه التقدمات وعلى هذا الجهد المبارك في الاحتفاء بصحيفة البصائر والشكر موصولا أيضا لجميع الأخوة الذين شاركونا معنا وخص منه الأستاذ وليد الزبيدي والأستاذ مكي نزال والأخوة الآخرين الذين سيقون أراقهم تباعا ومرحبا بهذا الحضور الكبير المشرف الذي يحتفي معنا بالبصائر وحق البصائر أن يحتفى بها بهذه الطريقة في كل عام وفي كل مناسبة فهي ما زالت لرغم كل الصعوبات التي واجهتها ما زالت إلى الآن تنبض بالحياة كما قال الأخ عرض الأزدي الكترونيا بعد أن أجبرت في عام 2012 على التوقف عن الطباع الورقية بعد مداهمة مقرها في بغداد واعتقال كادرها وسجنهم لأكثر من عام في سجنة بغرب لكن قيض الله سبحانه وتعالى لهؤلاء يخرجوا ويواصلوا المسيرة ويسلموا الراية في مرحلة ما لإخوانهم الآخرين الذين أصروا على بقاء البصائر واستمرارها فظهرت البصائر مرة أخرى صحيفة الكترونية نتمنى إن شاء الله في أقرب فرصة أن تعود إلى نسختها الورقية التي ترونها أمامنا الآن نماذج منها على مدى سنواتها التسع من عمرها الورقي وقبل أن أبدأ بالورقة أقول بأن هذه التجربة تجربة مهمة لأن الجريدة لم تتوقف نتيجة عارض ما يعود لذاتها كما حدث لصحف كثيرا طلقت بعد الاحتلال سواء كانت هذه الصحف في إطار العملية السياسية والترويجة لمشروع الاحتلال أو في إطار القوى المناهضة للاحتلال فلولا الاعتقال ولولا المداهمة ولولا اتهامها بالإرهاب لما توقفت البصائر وهذه ميزة تحسب لها أيضا البصائر ولدت من رحم تجربة أخرى وهي تجربة هيئة علماء المسلمين والهيئة والبصائر ولدت في رحم تجربة أكبر وهي تجربة المقاومة العراقية بكل أطيافها الميدانية والسياسية الداعمة له وبدأت كفكرة وبفريق هاوين ثم نمت إلى أن وصلت إلى مرحلة نستطيع أن نقول بأنها اتخذت أو وصلت إلى مستوى كثير من الصحف التي كانت تصدر أصلا قبل الاحتلال في إطار ما كان يسمى في حينها بصحافة المعارضة العراقية وهذا أيضا يحسب للبصائر والنقطة الثالثة التي تحسب للبصائر وهذا ليس كلامي وإن كنا عندما نتحدث عن البصائر يحق لنا أن نتحدث عنها بهذه الطريقة ولكن هذا حديث هو كلامه من قراءها وتابعها ووصلت إليه سواء كان في العراق أو خارج العراق عندما كانت تصل إلى بعض البلدان العربية وتوزع فيها الجانب الثالث أقصد به اهتمامها بالجانب السياسي وهو موضوع هذه الورقة هذه الورقة المختصرة وهي تمهيد لورقة أطول في وقت لاحق إن شاء الله تتحدث عن الشأن السياسي في البصائر أو المحتوى السياسي لصحيفة البصائر خلال السنوات التسع وقد يستغرب بعضكم ويقول كيف نتحدث عن شأن سياسي لصحيفة مناهضة لاحتلال بالمقاومة لأن فكرة تأسيس الجريدة ومحور عملها الأساسي هو الجانب السياسي ولكن وقاع الدراسة التي أجريتها ويمكن أن يجريها أي شخص آخر على البصائر سواء كان في إطار ندوة كهذه الندوة أو في إطار دراسة علمية وهو ما أدعو له الأخوة المهتمين بالجانب الإعلامي من دارسي الإعلام والتاريخ والسياسة يمكن أن يدرسوا محتوى جريدة البصائر والأسيئة مع أن أعدادها الورقية تجاوزت أو وصلت قرابة الـ 400 عدد فهي قمينة جدا بأن تعد فيها دراسات وليست دراسة واحد لتحليل خطابها ومستوياته وأنواعه واتجاهاته وأيضا الظروف التي مرت بها وتقلبت فيها ولكن الدراسة التي قمت بها أو الورق التي قمت بها في إطار اختيار عينة من أعداد البصائر في السنوات التسع تظهر غير ذلك تماما هذه العينة هي لتسع سنوات من كل سنة اخترت عددا محددا عددا واحدا ثم أعرض لكم هنا خمسة أو ستة من هذه الأعداد بإحصائيات سريعة جدا سيظهر من خلال هذا العرض أن المحتوى السياسي لجريدة البصائر بشكله العام كان مغطا بجوانب مختلفة أما الشأن السياسي والمحتوى السياسي المباشر بمعنى أنه مادة إعلامية ووعاء إخباري خبر، تقرير، مقالة، متابعة إخبارية، عمود رأي، دراسة، تحقيق بشكل مباشر في الجانب السياسي كانت نسبتها إلى باقي الجوانب الأخرى في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني والأسرة والطفل والجانب العسكري وأخبار المقاومة أو الأخبار الخفيفة في إطار ما يعرف بصفحة استراحة البصائر نسبة المحتوى السياسي المباشر لا تبلغ 10% السبب في ذلك هو توجه الجريدة التي عنيت أكثر ما عنيت بكشف جرائم الاحتلال في كل المجالات ولا سيما في تعدياتها الفضيعة لحقوق الإنسان العراقي في كل الحقوق اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإنسانيا وما إلى ذلك وتناولت جميع هذه الجوانب وهذا يدل على أن الجريدة رغم أنها ناطقة باسم هيئة علماء المسلمين وأيضا سخرت نفسها الجريدة للدفاع للمقاومة العراقية ونشر أخبارها ولكنها وعت أن الرسالة الإعلامية في ذلك الوقت تقتضي منها أن لا تنخرط في تفاصيل العملية السياسية ومشاكلها وتقلباتها وأطوارها لأن هذا ليس من شأنها شأنها وكشف الاحتلال ومخططات الاحتلال أما هذه التفاصيل فمعنية بها الصحف الأخرى المتحدثة عن هذه الجوانب والتي شغلت بها القارئ والمتابع العراقي تماما فما الجدوى من بحث تفاصيل ما يجري في مجلس النواب على سبيل المثال تقلبات في الحكومة الصراعات الحزبية الادعاة الأمريكية كل هذه الجوانب كانت تعالجها وسائل إعلام أخرى كثيرة جدا وتلهي بها القارئ والمتابع العراقي أما الصحيفة فركزت على كشف جرائم الاحتلال في الجوانب جميعا ومن ضمنها الجانب السياسي وهذا يعطي للجريدة ميزة أنها أرادت أن توصل رسالة إعلامية ومادة خبرية متنوعة للمترنق ومن هنا كان القبول لها وانتشارها في أوصات كثيرة جدا فلو كانت سياسية بحتة لما احتفل به هذا الاحتفال ولكن وجد المهتم بالجانب السياسي جانبا من اهتماماته فيها المهتم بالجانب المقاوم المهتم بالجانب الديني المهتم بالجانب الثقافي المهتم حتى بالجانب الاقتصادي وأوضاع العراقيين في ذلك الوقت والأخبار التي تتعلق بحياتهم فضلا عن الدراسات والتقارير وعرض الكتب وإمدة الرأي والحوارات الصحفية الموسعة التي كانت تعتمدها في سنواتها الأولى فإذا كانت جريدة جامعة المشهور عنها أنها سياسية ولكنها كما سمت نفسها في البداية جريدة إسلامية ثم صعد لذلك جريدة جامعة تعطي مادة إعلامية متنوعة للمتلقيين إذا أخذنا على سبيل المثال العدد رقم 14 من السنة الأولى وهنا اعتمدت أنه لم أأخذ العداد الأولى من الأول إلى الثاني عشر أو الثالث عشر لأن الجريدة كانت غير مستقرة في بداية الصدورة كادر قليل بدأت بثماني صفحات وليس كما انتهت أخيراً لتتعاشرة صفحة فإذا ما كانت الألوان الإعلامية أو المواد الإعلامية لوعية الإعلامية فيها متكاملة بالشكل الذي يمكن أن تقاس عليها باقي السنوات بدأت الجريدة باتخاذ الجانب الإعلامي المهني عندما توفرت لها ذوات إعلامية عندما أصبح يعمل فيها بعض العاملين المحترفين في مجال الإعلام وهذا بدأ تقريباً من العدد العاشر الحادي عشر الثاني عشر وهكذا اخترت العدد الرابع عشر الصادر بتاريخ عشر رمضان 1424 الهجرة 15-2003 يعني بعد ثلاثة أشهر من صدور الجريدة وهذه الصورة أو هذا النسخة الأصلية للعدد الرقم 14 هذا الحجم الذي كانت تظلر به في وقتها هذه الصفحة الأولى الإخبارية وهذه الصفحة الأخيرة صفحة الحوارات في هذا العدد لا توجد أي أخبار سياسي لا يوجد أي خبار سياسي لا في الصفحة الأولى ولا في الصفحة الثانية ولا الثالثة ولا الصفحة الأخيرة الأخبار الموجودة في الصفحة الأولى أخبار شيئاً عام قد يقول بعضهم أنها لها شيئاً سياسي ولكن شيئاً سياسي ليس مباشر مثال على ذلك مداهمة منزل أحد أعضاء المجلس التأسيسي لهيئة علماء المسلمين قضاء القائم يرزح تحت الحصار منذ ثلاثة أسابيع البيانات الأمريكية تتكتم على حقيقة عدد قتلى طائرة الشينوك إذا تذكرون مقعد طائرة الشينوك في وقته مياه شرب معدنية عربية لقوات الاحتلال في العراق أبو غريب تحت الحصار مواجهات دامية وتصحيد خطير لقوات الاحتلال شركات أهلية لحماية الوزارات والمؤسسات الحكومية وثائق جديدة للمقيمين العرف في العراق وإجراءات مشددة بحق غير الشرعيين منهم التعليم العالي تحدد مواعيد قبول طلبات التقديم على الزمارات الدراسية اقتحام مصرف في عانا وسرقة 300 مليون ديار عراقي من ذلك الوقت الاختحامات ثم تنويه ثم إعلان ثم رأي البصائر كذبة تشرين وحريق القاهرة هذه كانت الفتاة فلاحظوا ولا خبر سياسي أخبار عامة هم المواطن العراقي ولكن ليس فيها خبر سياسي مقالات ودراسات فيها مقال واحد سياسي تقارير متابعات خبرية سياسية غير موجود أعمدة رأي في الشيان السياسي ثلاثة أعمدة كانت مواضعة سياسية إذا انتقلنا الآن للعدد 61 من السنة الثانية الصادر في 22 رمضان 1425 16 2004 وهذه صورة العدد لاحظوا اختلاف نوع الورق والطباعة وما إلى ذلك بسبب الظروف الطباعية في وقتها وأيضا تغير الترويس أو خط العنوان للصحيفة هذه فيها تسعة أخبار سياسية هذا بعد سنة وفيها ست مقالات الدراسات السياسية وفيها عمود واحد سياسي نماذج من أخبارها العنوان الرئيس تعبيد الانتخابات بجماجم أبناء الشعب مغالطة واضحة وغير مسبوقة حلفاء واشنطن يلوحون بالانسحاب علنا مجزرة سامراء خدع لسابقة خطيرة مارستها الحكومة الموقتة ضد أبناء المدينة هيئة علماء المسلمين تصف الأزمة التي تمر بها مدينة سامراء بالمجزرة قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مشايخ من هيئة علماء المسلمين حماس الجمعة القادمة يوم غضب لاحظوا الخبر العربي الفلسطيني تحديدا رسالة من آلاف الأمريكيين إلى الشعب العراقي نحن كشعب أمريكي مسؤولون حما جرى في العراق ولا بد من تصحيح ذلك رامس فيلت يقول لا دليل رسمي على علاقة صدام بالقاعدة وإيران تزود عملاء لها بالأسلحة في العراق ثم النقيب والمقصود بفلح النقيب مصافحة نحن جنرالات الاحتلال نحن سعداء بالحملة على سامراء والتعاون معكم رائع كلمة البصائر بعنوان مجزرة سامراء ثم جريمة نكراء تودي بحياة خمسة فلسطينيين في منطقة الصدرية والجنات مجهولون وهذه صورهم هذا العدد واحد وستين العدد مئة وثلاث وستين الصادر في سبعة طاعة شوال ألف ورحمية سبعة وعشرين ثمانية داعش ألفين وستة أفا مئة وثلاثين وستين هذه صورته خبره الرئيس وحدة العراقيين كثيلة بطرد الاحتلال خارج الدائرة السياسية تواطئ القوى الأمنية بمختلف أشكال وإسمائها مع الاحتلال في الاعتداءات على مساجد الله والمدن الآمنة تقرير عن الاعتداءات على المساجد ثم أخبار من أبرز هذه الأخبار قوات حفظ النظام تعتق للشيخ عبدالصمد الأعراجي في حي الجهاد وما زال معتقلا حتى اللحظة والرجال الله عنه الميليشيات الطائفية تحرق جامعة محمد فندي الكويسة في الشرطة الخامسة الاحتلال يعتق المواطنة عراقية في الإسكندرية وميليشيا الحقد الطائفي تختطف إمرأة وابنها في الشرطة الرابعة منظمة هيومان رايتس ووش ينبغي وضع حد لفرق الموت التابعة لوزارة الداخلية والأمين العام للاتحاد منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي في تركيا يعزل هيئة بفقيدها الراوي الدكتور عصام الراوي رحمه الله ثم رأي البصائر الافتتاحية الاقصاء والاستقواء في السياسة الأمريكية والمناسبة هذا الرأي وهذه الافتتاحية كتبها الشيخ حرف الضاري رحمه الله إذا انتقلنا إلى العدد طبعا هذا العدد فيه ست أخبار سياسية خمس مقالات ودراسات سياسية تقرير واحد عامود واحد إذا انتقلنا إلى العدد 242 فيه 12 رجب 1429 16 سبع 2008 سنجد ثلاثة أخبار وستة مقالات وتقرير ومتابعة خبرية وعامود سياسي واحد العدد 287 في 29 جماد الآخر 1430 24 26 2009 وهذا هو عام يعني السنة السادسة لاحظوا ثلاثة أخبار سياسية أربع مقالات ودراسات للتقارير وعامود واحد ننتقل انتقال سريعا إلى السنة التاسعة والأخيرة لصدور البصائر ورقيا في عام 2012 العدد 391 فيه خبران سياسيان وخمس مقالات ودراسات وخمس تقارير ومتابعات وعامودان سياسيان فإذا إذا أخذنا المقارنة فقط في الأخبار العدد رقب 14 بدون أخبار سياسية العدد 61 السنة الثانية تسعة العدد 162 السنة الرابعة ستة العدد 2242 السنة الخامسة ثلاثة العدد 27 سنة السادسة ثلاثة والعدد 391 السنة التاسعة الأرقام تكاد تكون متقاربة عدد السنتين الثانية والرابعة كانت النسبة أكبر باقي الأرقام متقاربة إذن حافظت الجريدة بناء على هذه العينة على مستوى الخبر السياسي فيها ولم تنخرط في إطار تغليب الجانب السياسي كما يقول بعضهم بالعكس كما قلت 10% لا تزيد عن نسبة 10% بين 18% ولعل دراسة موسعة تكشف عن جوانب هذا الموضوع وأختم أخيرا فأقول حاز قصب السبق في موضوعات البصائر موضوع كشف جرائم الاحتلال وفضح الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان العراقي وكل إنسان مقيم في العراق فكان جانبا رئيسيا في اهتمام الجريدة وفي كل المواد المنشورة فيها منذ البداية وحتى التوقف في عام 2012 وهذا يبرز الأثر الكبير للبصائر في كشف كثير من هذه الأشياء وللأسيما في جانب التحقيقات التي جرت عليها الويلات وللأسية مع اعتقال بعض العاملين في الهيئة بعد كشفها لجرائم ومجازر ملجأ الجادرية في وقتها أخيرا غلب على عمدة الرأي في البصائر الموقف السياسي في كل صفحة من صفحات البصائر كنا حريصين أن يكون هناك عامود رأي تقريبا 7-8-9 عمدة رأي كان في البصائر وحيانا لا 12 عامود رأي غلب عليها الجانب السياسي مع عامود ثقافي وعامود في صفحة الأسرة المسلمة نقطة أخيرة أن الحوارات الصحفية لم تدخل في هذه الحسبة مع أن غالب هذه الحوارات كانت ذات جانب سياسي ولكن لأن الحوارات كانت تتناول جميع أوضاع العراق السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية وحتى الدينية والدعوية والعلمية فلم تدخل في هذه الحسبة فهذه مجرد ملاحظات وقراءة سريعة لعينة من أعداد جريدة البصائر في عمرها الورقي حتى عام 2012 بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور مثنى حارف غاري على هذه الإضاءات التحليلية الواضحة في طريق المحتوى السياسي لجريدة البصائر وكيف يكون للاحتفال طعم لم يكن للشعر فيه وجود بل كيف نقول الشعر وشاعرنا مك نزال موجود فليتفضل ليشنف أسماعنا بقصيدته عن البصار سمحوا لي أن أقدم بمطع خارج النص وفي صميم الوقت صرخ الذئب في المقصلة بريء أنا من دماء الذين افترست أوقفوا هذه المهزلة ليس ذنبي هم المقبلون نحوي زرافة لأختار وجبتي المقبلة كل ذنبي أني عويت وذاك طبع الذئاب وذلك طبع الذئاب أجوع فأعوي فيأتون جمعا يحفون بي كالذباب حاكموهم فهم جوهر المعضلة أنزلوني دعوني أعد حيث ينتظرون وإلا أتوا بذئاب تجوب مضاربهم للحماية أو للرعاية أو لقتال الذئاب سيعم الخراب وتحتدم البلبلة انظروا خارج السجن واستمعوا للحشود تناشدني أنا أعود انظروا لعبيدي بوضع السجود يلودون به لأخلصهم من عواقب الزلزلة هل فهمتم المسألة أعتذر للبصائر التي قرجت عن نصها قليلا ولكن تكلمت بروحها كما أظن قصيدة الثانية في جريدة البصائر تحديدا التي كتبنا فيها ونكتب فيها لأنها قلبنا النابض ولساننا الناطق بصائرنا مواصلة وعزم لصوت الحق يخطر فيه حلم مثابرة وتنوير وجد وإقدام وإشراق وحزم بأجنحة الحقيقة والتجلي على أقرانها تزه وتسم وبالخبر المنزه عن ضنون يؤازر ركبه أدب وعلم هنا تجد الضياء دليل سير إذا تاه المسار وطاش سهم إذا غضبت تزعزع قلب باغ وتفشي الأمن إما كان حلم ينام بظلها من رام عدلا ويكره ذكرها زيف وظلم ويسمع صوته فيها أسير يجيش بصدره حيف وضيم أجابت حينما ناد المنادي وأرجف حولها علج وخم وصعر خده من حاز سحتا وأغدق دونها قيح وسم أرادوا لجم ثورتها ولكن أبت إلا البقاء وهم أصم صحاب الحرف حي أم حرف بأنوار الحقيقة تستحم وتمضي في طريق الحق صوتا على الآفاق صداحا يعم كأصوات المآذن يوم زحف تحلق حوله الجمع الأشم بنات شفاهنا بالعز تزه وتقسم أنها للعز أم شكرا لكم شكرا كبيرا للشاعر الكبير مك نزال دأب المحتفلون عبر التاريخ ونحن منهم أن يكون ختام احتفالاتهم مسكا ومسك ندوتنا هذه يتجسد بصلابة الموقف وثقافة الكلمة الشجاعة وجمالية الإلقاء التي يمثلها بحق صديق الشاعر الرائع محمد صيف فليتفضل لإلقاء قصيدته بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم أبارك لكم ولي ولي كل الشرفاء والأحرار هذا المنبر الحر البصار القصيدة بعنوان بصائر الفجر أطبق الليل فاعتران اختلاج ومحل ليلة من هداكم سراج أطبق الليل فاعتران اختلاج ومحل ليلة من هداكم سراج وانبريتم له بصائر فجرا لسناها رغم القتام من بلاج ومحل وحملتم به مشاعل صدق نورها في دروبنا وهاج وانتهجتم من الثبات طريقا فاستقام الطريق والمنهاج دون بطء سلكتم الحق نهجا والمعالي لما سلكتم نتاج كم حملتم عن العراق جراحا ما اعتراكم من الجراح انزعاج وحلمتم بأي لوح جليا في مدى صبرنا الجميل انفراج سوف تمسي لنا الجراح وساما حينما يحضون العراق انتهاج في بلاد في بلاد المنافقون كثار كم رجونا ان يحضر الحجاج هم يرون العراق حقلا مشاعا ولهم خيرات العراق خراج لا يرون الذي نرى لا يرون الذي نرى فالخطايا حول ابصار الخائنين سياج شربوا من دم العراق كؤوسا بالأذى عندهم يروق المزاج ينسجون ينسجون الشراك حول بلادي مؤلم أن من بيننا النساج زمر زمر أدمن احتراف الدنايا ولها ولها الأدنياء رواج ليس يجدي ليس يجدي مع الدني اغتفار ما له غير الاشتثاث علاجه شكرا لكم وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين وإلى أصدقاء الشعراء ولكم سادة الحضور على هذا الحضور الرائع آملا أن ألقاكم في أمسيات قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة